انتقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيد القصير مع وزير البلدية ورئيس الوفد القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية على هامش ترأسي للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجفة والأراضي القاحلة أكساد بالعاصمة السعودية رياض وحضوره اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وأعرباء الوزيران خلال اللقاء عن تطلعهما لتعزيز التعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين كما أكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة الأشقاء بدولة قطر